موسيقى من شاء الله ما زلت محافظ على نفس الطريق القايم على ملاقض الرياضي البناء وخبراتك الطويلة بلا شك في المجتمع الرياضي سواء في اتحاد الكورت القدم او في ربطة النقاد ورابطة النقاد العربية ما زلت يعني نقاط مضيئة في العالم العربي وفي اتجاه الرياضي وطبعا في اللجنة الولمبية وكنت رئيس باعث سيدني يعني بتمنى لك التوفيق واستمرار على نفس النهج لان المجتمع الحقيقة العربي محتاج للنهج النقض البناء اللي بيتمنى ارتفاع المستوى وارتفاع الأداء أكثر منه نقضة الدعمية سعيد جدا ان يكون الكابتن الكبير كابتن عصام عبد المنعم ضيف على القناة بتاعة النادي العظيم اللي هو بينتمي إليه واللي كان واحد من كبتنه واللي كان واحد من نجومه اللي سطع نجمهم فوق البساط الأخضر وفي الإدارة الرياضية من تربية النادي الأهل كابتن عصام عبد المنعم لما لا يعرف هو حاصل على ماجستير في الإدارة من الجامعة الأمريكية وما تكبلش الدكتورات طبعا لكنه في النهاية معجون إدارة بدأ مدرب حراس مرمى آخر اكتشافاته كان الكابتن أحمد شبير لما جابه المرحوم عبد البقال وقال له قول رأيك وخده تمرين وتمام وقعه عجبيه وقال له لا ممتاز بعد كده انتقل للإدارة ترقى في المناصب الإدارية من عضو الأمين سندولي نائب رئيس للرئيس بنحلف بالسنة اللي كان فيها الكابتن أحمد بنعم رئيس اتحاد الكورة كان عامل شعار دوري تزبط ساعتك عليه فكانت دي حاجة ممتازة اتشرفت أنا شخصيا بأنه طبعا أستاذنا في الأهرام كاتب كبير وصاحب قلم رشيق وما فيش يعني عارف اللي هو النقاط فوق الحروف ما فيش كلمة شردة وملهاش معنى لا كل كلمة عارفوا ورايها فين وبيخاطب بها مين يجيد يجيد إدارة الأزمات يعني أنا شخصيا بعتبر نفسي تلميذ صغير في المدرسة دي صمد تاريخ الحقيقة وصديق عزيز من أقرب الناس الحقيقة لي منذ يعني الحقيقة كان لاعب في النادي الأهلي إننا طبعا يعني من أعضاء النادي الأهلي القدام جدا يعني من أيام الكابتن محمد الهيطة فأنا بعتز به الحقيقة كلاعب ثم بقى كإعلامي الحقيقة إعلامي الحقيقة محترم جدا واحترامه ده زاد لي لما تولى رئاسة الأهرام الرياضي في توليه الأهرام الرياضي ثم توليه رئيس اتحاد الكرة امتنع عن الكتابة بتاتا في عموده اللي كان بيعمله في الأهرام وده طبعا يرجع لأنه بيحترم نفسه وبيحترم مكانته وأنه يعني إعلامي وصحفي محترم جدا لأنه ما استغلش ما استغلش منصبه كصحفي في أنه يعني 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 يمجد في نفسه أو يدي نفسه حاجة إعلامية كرئيس اتحاد الكرة وبعدين في نفس الوقت كانت في الفترة لأنه كنت رئيس اللجنة الطبية في اللجنة الأولمبية وهو كانت أشرف أنه يعني كنت معاه مسافر لسيدني وكان رئيسي البعثة في أولمبية سيدني عصام الحقيقة كابتن عصام ده قيمة وقامة رياضية كبيرة جدا وهو صديق على المستوى الشخص الحقيقة وإنسان أنا بحترمه جدا وبحبه جدا وأعتقد أنه يشاركني في هذا الرأي كثير من الناس أنا تشرفت الحقيقة أنه زملت لكابتن عصام في دور السيدني الأولمبية وساعتها أنا كنت رئيس للتحدي الرياضي المصري والعربي للرماية بالقس والسه ودي لعبة أولمبية وكنا مشاكين في البطول وهو كان رئيس البعثة المصرية وإحنا كنا موجودين وكان معايا حتى الدكتور حسن علاوي استاذنا الكبير الدكتور حسن علاوي وكان معايا اللوى الفولي كنا موجودين والحقيقة يعني تتفرج على الحكمة والكياسة والحرفية في القيادة وإزاي البعثة بتدار في معترج يعني التجمع الأولمبي ده أكبر تجمع موجود في العالم والدول اللي بتشارك في الدورة الأولمبية يمكن أكتر من الدول أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة فهنا هنا بتتكلم على مستوى العالم ده راجل الحقيقة قبرته عمل إدارة للبعثة يعني أنا لغاية النهاردة بقول أن أنا يعني بحث لهذا الرجل على هذه الكفاءة في الإدارة